شيء تاني الرب أعلن عن نفسه أن الله محبة وعلى فكرة هذا لا تراه في أي كتبات أخرى الله بحب هذه طبيعة الله طبيعة الله محبة فإذا طالما أنه طبيعة الله محبة فيريد أن ينقذ ويريد أن يخلص ويريد أن يضحي هذه المحبة هي محبة أزلية منذ وجود الله طبيعة الله لا تتغير فطبيعة المحبة مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا أو كما قال الرسول يحنى في إصحاح 3 في سالة يحنى الأولى 3-1 انظروا أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه مجهول بالنسبة لإلهم طبعا يتكلم ضد بضع الغنصية التي تنكر لهوت المسيح وأن المسيح جاء في الجسد فالكتاب المقدس يقدم الله ثالوث قدوس في الخلق والفداء الله محبة وهذه المحبة غير محدودة محبة غير مشتروطة محبة أزلية محبة أبدية وتراء لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة أحبنا أولا أحبنا فضلا أحبنا حتى المنتهى يعني الرب يسوع يتكلم عن هذه المحبة ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحباه ثم يقول الكتاب المقدس الله روح يعني مش مادة مش مادة طبعا بحارب الفلسفات المعاصرة الله روح وكما قال للمرأة السامرية الله روح والذين يسجدون له يعني بغي أن يسجد له بالروح أي بالروح القدس مش بالحرف والحق الحق هو ضد كل ما هو باطل فإذن أنت بتعبد وبتسجد لأله بالروح القدس وبتسجد لأله من خلال كلمة الله الكاملة الكتاب المقدس لأن السامريين ما كانوا شي آمنوا بكل الكتاب المقدس كانوا بآمنوا فقط بتوراة موسى فما في عبادة بدون كلمة الله وما في عبادة بدون الروح القدس فالله روح ما فيك تحدده في مكان أو في زمان على طول أنا عارف شو اللي بدور في ذهنك طب كيه بتقوله أنه الله بيتجسد الله أخد جسد يعني مغلف في الجسد ولكن اللهوت غير محدود هو مالق السماء والأرض ولما تكلم مع نيقديموس كلم عن ابن الإنسان الذي هو في السماء ومع إنه نزل من السماء وهو في السماء مع إنه عم بيتكلم مع نيقديموس وهو الذي قال حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمه هذا كلام من رب يسوع هل قال أنا هو الله طبعا قال لما بقول هاي العبارة شو رايك لما بقول خيل أكم اجتماع في العالم مئات الملايين للاجتماعات وكل اجتماع مكتوب إنه هو موجود في الوسط فلا تحدوا أي مسافات روح القدوس مش محدود الله روح ضد كل ما هو مادة بحسب الفلسفة القديمة ثم الله نور أحبائي الله نور ولكن غير محدود الله نور أحبائي لأن هذا النور سوف يستمر في الأبدية وقال الله ليك النور خلق في اليوم الرابع الشمس والقمر ولكن عندما نكون مع الله في الأبدية لرح يكون شمس ولرح يكون في كواكب فالله يقول أكون لهم نورا أبديا في نور أبدي هذا النور أحبائي اللي بيفضح كل الآلهة الغريبة كل مملكة الظلمة اللي بيكشفها وبيفضحها وهذا النور أحبائي هو النور الخلاص أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله كي ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين اشتركوا في القناة